اهلا بحضراتكم من جديد سيارة رئيس عبدالفتاح السيسي شارك امبارح في الدورة التانية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة واللي عقد في الاردن ووجه سيادته مجموعة من الرسائر اللي بتعكس اهتمام الدولة المصرية بدعم الاستقرار والامن في العراق وبعد انتهاء المؤتمر صدر بيان ختامي ركز على تحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون مع العراق في مختلف القطاعات في قراءة لهذه القمة معنا دلوقتي في الستوديو دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية صباح الخير على حضرتك يا فاند صباح الخير يا فاند كيف تثمن أهمية المؤتمر بغداد للتعاون والشراكة؟ طبعا يعني هو نجاح كبير للدولوماسية المصرية منذ تولي رئيس السيسي سد الحكم في العام 2014 كانت هناك سياسة واضحة سياسة متزنة من كيفية العمل وبشكل كبير على إيجاد أرضية مشترقة بين وبين الأقطاب العربية المهمة على اعتبار أن العراق هو البوابة الشرقية للشرق الأوسط وبالتالي تسعد دولة المصرية من خلال العمل وبقوة على إيجاد موقف قوي عربي موحد في الكثير من القضايا محل الاهتمام المشترق وبالتالي سعت الدولة المصرية ومن خلال الألية الثلاثية المصرية العراقية الأردنية والتي كانت حجر الأساس لإقامة مؤتمر بغداد 1 في أغسطس 2021 والتي يعكس أن هناك رغبة حقيقية للعمل على استقرار الأوضاع في العراق في ظل ما يقوم به الرئيس السيسي بشكل كبير لتحقيق نقلة نوعية في أن تكون العراق مستقرة سياسيا واقتصاديا وده اللي سعى إليه بشكل كبير يعني لأول مرة نشاهد أن الرئيس مصري يزور العراق بعد أكثر من 31 عام في أغسطس 2021 وأيضا يعني لقائين متتاليين أو زياراتين متتاليتين الأولى كانت على هامش القمة المصرية العراقية الأردنية في الألية الثلاثية وده كانت في يوليو 2021 وبعدها بأقل من 45 يوم مؤتمر بغداد الأول للتعاون والشراقة أيضا مشاركة الرئيس ماكرون والكثير من الدول القبرى المهمة اللعبة في المشهد العراقي وبالتالي سعي الدولة المصرية لدعم العراق يأتي من خلال وجبها كقوة قبرى لديها الكثير والكثير من أن تقدموا لخدمة القضايا العربية عظيم دكتور حمد إحنا نبارح كنا أمام أشبه بقمة عربية مصغرة ممثلين لمعظم مغالبات الدول العربية وهنا عايز أتكلم عن دورية نعقاد هذه القمة وكل سنة يعني سنة دي تقريبا البحرين والسلطنة ممثلين في هذه القمة فدورية نعقاد هذه القمة وبهذا الشكل وارد تنضم ليهم دول عربية أخرى خلال الدورة القادمة يعني كما حضرتك أشارت أستاذ شازلي جزئية مهمة جدا أن في دولتين جديد فعلا انضموا هالبحرين وعمان على اعتبار أنهم لأول مرة يشاركوا في هذه القمة وده لي دلالة مهمة جدا أن القمم السابقة ليست مغلاقة على نفسه ولكن هناك رؤية لتوسيع وتنويع العمل العربي المشترك بالدمام قوى أخرى ودول أخرى في إطار السعي إلى توحيد المواقف العربية في ظل ما يمج به العالم من تحديات كثيرة وكبيرة لا يمكن أبدا التغلب عليها إلا من خلال التوافق وإلا من خلال تضافر كل الجهود العربية على اعتبار أننا بنعاني فعلا من أزمة غزاء وأزمة طاقة وليست المنطقة العربية فقط ولكن كل دول العالم وفي ظن وتقدير أنه حان الوقت الآن إلى أن تكون هناك قوة عربية كبيرة من ناحية الاقتصادية تنوع الاستثمارات جازب الكثير من الاستثمارات داخل المنطقة العربية على اعتبار أن أوروبا تعاني بشكل كبير من أزمة طاقة وبالتالي هذه الجزئية تحديدا تحتاج إلى وأيضا ليست طاقة فقط ولكن عنصر الأمن على اعتبار أنه من الممكن جدا في أي لحظة أن تخرج الأمور عن السيطرة في أوروبا وبالتالي إيجاد بيئة خصبة استثمارية حقيقية ده متمثل الآن في الدولة المصرية بشكل كبير على اعتبار أن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة على مستوى البنية التحتية على مستوى القوانين التشريعية الاستثمارية جاز باستثمارات مباشرة وغير مباشرة على مستوى أنها تحقق أكبر العوائد الاستثمارية بشكل كبير جدا داخل الدولة المصرية وبالتالي حجم الاستثمارات العربية في الخارج يا أستاذ محمد يعني أنت تتخيال يا فندم تصل لحوالي 2 تريليون دولار يعني أنت بتكلم في 2000 مليار دولار رقم كبير جدا لابد من تقسيس ولو جزء من هذا المبلغ للاستثمارات داخل المنطقة العربية طيب عظيم دكتور حامد يمكن حيك ذكرت أزمة الغاز وطبعا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية لوجود الفرنسي أمس في القمة متمثل فيه رئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ومسألة أنه ممكن تكون يعني حل هذه الأزمة يطلع من بغداد وهذه القمة مع الوجود الصيني والعلاقات الصينية العربية يعني كيف قرأت حضور الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وتصريحاته خلال هذه القمة طبعا يعني منذ مجيء الرئيس ماكرون لسودة الحكم في فرنسا هو سعى بشكل كبير إلى أن تكون هناك علاقات قوية مع كافة الدول العربية يعني فيه إشادة كبيرة بالرئيس السيسي وبقوب 27 وكيف نجحت الدولة المصرية في تنظيم حدث مهم جدا شاركنا أيضا شهادنا أيضا مشاركة الرئيس السيسي في مؤتمر باريس للسلام ومؤتمر باريس حول ليبيا وده بيؤكد على أن هناك تنصيق وتشاور كبير بين مصر وفرنسا باعتبار أن فرنسا الآن هي القطب الأهم في القرى الأوروبية بعد خروج بريطانيا وبالتالي تنصيق المواقف وفي ظل الأزمات الموجودة حاليا كما حضرتك أشارتي وعلى رأسها أزمة الطاقة على اعتبار أن فرنسا من أكثر الدول أو من أوائل الدول تضررا نتيجة إيقاف الغاز الروسي إلى أوروبا وبالتالي تحتاج إلى أن يكون هناك وقع جديد بدائل للغاز الروسي ومن أهم هذه البدائل على اعتبار أن العراق دولة نفطية مهمة وليست العراق فقط على اعتبار أن هناك دول كثيرة تشارك في هذا المؤتمر يعني هناك الإمارات هناك الكويت وكلها دول ذات ثقل وأيضا الشقيقة السعودية كلها دول ذات ثقل سياسي واقتصادي في ظل أن العالم الآن يتشكل وتريد فرنسا أيضا أن يكون لها دور محوري ومهم جدا في المشهد الدولي القاضي بالأمس دكتور حامد الرئيس الشرق إلى تحسن ملحوظ في الأوضاع الداخلية في العراق كيف لن نبني على هذا التحسن الذي حدث في العراق خلال الفترة الماضية ونستغل كمان وجود دعم من الأشقاء ومن دول المنطقة لدفع العراق إلى العودة مرة أخرى لوضعها الطبيعي لما كانت عليه وأهمية عودة الاستقرار في العراق للمنطقة هتكون إيه؟ سؤال مهم جدا أستشازلي لأن بالفعل على واقع الأرض العراق تحسن كثيرا سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الاقتصادية العراق خلال الحكومة السابقة حكومة مصطفى القزمي قام بجهود جبارة وكبيرة جدا والعلاقات كانت على أعلى مستوى مع الجانب المصري يعني لك أن تتخيل أنه قام بأكتر من 1700 عملية نوعية ضد التنظيمات الإرهابية قدم برنامج الورقة البيضاء لدعم النظام الاقتصادي الجديد في العراق سعى بكل قوة إلى أن يكون هناك نوع من أنواع التوافق بين القوة السياسية أيضا نجحت بحكومة مصطفى القزمي ومن خلال دعم عربي على أساس أن مؤتمر بغداد واحد عقد في أغسطس 2021 والانتخابات أجريت في أكتوبر 2021 وبالتالي دلالة قوية جدا على أن هناك دعما عربيا وبالتالي حكومة محمد شايع السوداني ستسير على نفس الضرب في ظل العلاقات القوية المصرية العراقية الأردنية وأيضا من خلال تنفيذ الكثير من البرامج الاتصادية على أساس أن هناك اتفاقيات وقعت ما بين مصر والعراق والأردن وهو النفط مقابل إعادة الإعمار على أساس أن مصر من أوائل الدول التي لديها تجربة رائدة وملهمة في ملف عادة الإعمار بشكل كبير جدا وهناك رغبة حقيقية من قبل العراق في استلهام التجربة المصرية لتنفيذها على واقع الأرض في العراق فيما يخص ملف عادة الإعمار أيضا في مشروع مهم جدا وإذا تحقق على واقع الأرض سيمثل نقلة نوعية في العلاقات المصرية الأردنية العراقية هو مشروع الشام الجديد أو المشرك الجديد اللي بيربط في جنوب العراق في البصرة جنوب العراق وصولا إلى الزرقاء الأردنية إلى العقبة المصرية وده دلالة واضحة على أن هذا المشروع إذا تحقق لن يكون أنبوب نفط فقط يا سيد محمد ولكن سيكون هناك إقامة مناطق صناعية تنمية شاملة لهذه المنطقة أمن الطاقة الغذاء الأزمة اللبنانية أزمة اللاجئين في سوريا أيضا ليبيا ملفات كثيرة على طاولة النقاش في هذه القمة وبالتأكيد أمن واستقرار العراق في الدرجة الأولى إلى أي مدى حالة الحراك العربي المستمر وهذا الالتفاف حول القضايا الهامة بالنسبة للعرب مع هذا الوبود الدولي يساعد في حالة الأوضاع بالنسبة للشرق الأوسط في ظن وتقديري أن حالة الحراك كما حضرتك أشارت حالة الحراك العربي لم تكن في هذه القمة فقط ولكن هي بدأت وبشكل كبير جدا من منتصف هذا العام يعني شاهدنا زخم كبير جدا يعني منذ بداية حتى هذا العام كان في زيارة مهمة جدا للرئيس عبد المجيد تبون أول زيارة انطلق إلى القاهرة وقابل الرئيس السيسي للتنصيق للقمة العربية التي عقدت أواخر هذا العام وأيضا كانت هناك زيارة مهمة جدا للرئيس التونسي بعدها مباشرة كان هناك زخما عربيا كبيرا للتحضير للقمة العربية الأمريكية واللي كان ما بين القاهرة وشرم الشيخ وشاهدنا زيارات مكوكية ثم عقد لقاء أخوي في مدينة العالمين الجديدة بمشاركة أكثر من خمس دول بعدها مباشرة القمة العربية الأمريكية ثم القمة العربية الصينية وبعد ذلك شاهدنا منذ أيام قليلة ومشاركة رئيس السيسي أيضا في القمة الأفريقية الأمريكية وده بيعكس أن هناك زخما عربية متزايدا بشكل كبير للعمل وبشكل واقعي على أن يكون هناك موقفا موحدا تجاه كافة القضايا في ظل أن العالم العربي الآن أو سيد محمد يعني في ظني وتقديري أمام فرصة ذهبية حقيقية لاستغلال هذه الفرصة لتحقيق أكبر المكاسب السياسية في ظل أن هناك استدارة من الدول القبرى الأقطاب الثلاثة في ظل نظام عالمي جديد وهو روسيا، الصين، الولايات المتحدة وسعيهم بشكل كبير إلى أن يكون هناك يعني ضم أو استقطاب للمنطقة العربية لتحقيق أكبر المكاسب السياسية لاستقرار النظام العالمي وده اللي بيدفع في أن كل الدول تريد أن تستثمر في المنطقة العربية تريد أن تقيم علاقات جيدة مع الدول القبرى في المنطقة العربية وفي منطقة الشرق الأوسط لأنه يعني بدأ يشعروا بالأهمية الاستراتيجية سواء سياسيا أو اقتصادية للمنطقة العربية عظيم، عايز أكلم حضرتك عن العلاقة ما بين مصر والأردن هناك توافق تام في الرؤى سياسة واحدة تجاه مختلف القضايا هل يمكن نعتبر أن هذه العلاقة هي نموذج للعمل العربي المشترك وكيف يمكن البناء عليه؟ يعني كيف يمكن أن تستلهم باقي الدول هذه التجربة المصرية الأردنية في قوة العلاقات في أنه يكون ده الطبيعي بين الدول العربية؟ طبعا العلاقات المصرية الأردنية هي علاقات رسخة وسابتة ومتينة يعني تضرب بجزرها في عماق الأرض والتاريخ وهناك الكثير من القضايا سواء السنائية أو حتى محل الاهتمام المشترك ذات أهمية قصوى وكبيرة جدا سياسيا وطبعا يأتي على رأس هذه القضايا القضايا الفلسطينية باعتبارها هي القضايا المركزية للمنطقة العربية ودور مصر لا أحد يستطيع أن ينكره في دعم الأشقاء في فلسطين وأيضا باعتبار أن الأردن هي الوصية على المقدسات الإسلامية في القدس الشريف وفي فلسطين وبالتالي تنسيق المواقف فيما يخص القضايا العربية بشكل كبير بين مصر والأردن نجد أن هناك تطابق كبير وليس حتى توافق لكن تطابق في أرواق في كل ما يخص القضايا العربية أيضا القضايا الليبية دعم الشقيقة العراق على اعتبار أن العراق دولة مهمة ومحورية وهمزة الوصل بين مصر والعراق هي الشقيقة الأردن أيضا هذا ليس فقط ولكن على المستوى الاقتصادي هناك الشراقة التكاملية الصناعية المصرية الأردنية الإماراتية وانضمت لهم البحرين مؤخرا وده بيؤكد على أن هناك زخما عربيا متزيدا فيما يخص الوضع الاقتصادي أيضا إقامة المنطقة الصناعية في الأردن على مساحة حوالي 24 كيلو متر في جنوب الأردن ودي مهمة جدا دي من المخرجات الاقتصادية لهذه القيمة دي مهمة جدا وهيكون فيها ربط كبير جدا جدا وده سياسة المصر الخارجية المتزنة وهي صناعة دوائر أمن قومي صغيرة هذه الدوائر بتخدم العمل العربي لخدمة الأمن القومي العربي يعني احنا بنشاهد المحور المصري الإماراتي الأردني المحور المصري الإماراتي السعودي المحور المصري الأردني العراقي يعني هي محاور صغيرة جدا هذه المحاور بتحقق وبتنتج أمن قومي حقيقي لكيفية مواجهة التحديات المتزايدة في ظل أن هناك بالفعل رغبة حقيقية من قبل الدول العربية للوقوف في مواجهة هذه التحديات التدخل في الشؤون الداخلية العمل وبشكل قاطع على حسن الجوار بين الدول يعني السياسة المتزنة الحكيمة الوعية اللي انتهجتها مصر منذ العام 2014 عظيم دكتور في إطار التعاون أو أوليه التعاون الثلاثي ما بين مصر والأردن والعراق زي ما حضرتك ذكرت في حاجة اسمها الشام الجديد ما هي المكاسب اللي هتقود على كل دولة من وجودها في هذا التحالب يعني كله بيتخيل أن مشروع الشام الجديد ده أو المشرق الجديد هو أنبوب نفط ليس هذا في حزب ولكن أبعاده السياسية والاقتصادية كبيرة جدا لأنه يكون في ربط ما بين الثلاث دول فيما يخص الأوضاع السياسية بمعنى أن الوضع الاقتصادي دائما وأبدا هو مرآة السياسة أو الوضع السياسي هو مرآة الاقتصاد يعني لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد أو العكس وبالتالي سيكون هناك زخما كبيرا في هذه المنطقة على اعتبار أن هناك خط بري مهم جدا أيضا الآن يعمل بشكل كبير جدا بين الدول الثلاث وبالتالي سيمثل نقل نوعية في كل مجالات على اعتبار أن هذه المنطقة تحديدا هي منطقة مهمة جدا ومرتبطة ارتباط وثيق بالبحر الأحمر وأيضا فيما يخص هذا الشريان الرئيسي الذي سيكون رافضا حقيقيا لتحقيق نتائج استثمارية كبيرة جدا ويمثل نقل حقيقيا في العلاقات المصرية الأردنية العراقية وده اللي سعت إليه الدولة المصرية من خلال دائما وأبدا نظرة استباقية نظرة استشرافية تسعى بشكل كبير لتحقيق أكبر النتائج المأمولة سياسيا واقتصادية يمكن العراق يعني لأكثر من عام كان هناك أزمة سياسية وما يحدث في القمة أمس لأي مدى ده بيساعد العراق الشقيق أنه يخرج من هذه الأزمة السياسية مع تأكيد قادة دول العالم على مسألة أنه يعني يتبع العراق مصار جديد ينقى بنفسه عن أي أزمات كانت موجودة قبل كده بالفعل يعني إحنا فندم إحنا بنتكلم عن جزئية مهمة جدا لانتخابات العراقية كما أشرت لحضرتك أجريت في أكتوبر 2021 لم يتم تشكيل حكومة جديدة في العراق بقيادة محمد شهيع السوداني وانتخاب رئيس جديد للدولة العراقية يقول إلا في شهر منذ أيام قليلة يعني أو منذ شهر تحديدا يعني وده بيؤكد أن العراق مرت بأزمة سياسية في هذه الفترة كبيرة وهي تحتاج إلى أن يكون هناك موقفا عربيا موحدا ودائما وأبدا تتطلع القادة السياسية المصرية إلى دعم العراق بشكل كبير على كافة المستويات والأصعدة وده اللي ظهر في كلمة الرئيس السيسي مبارح حتى هو وجه كلمة للشعب العراقي بشكل واضح من أن الشعب العراقي يستطيع أن يكون ظهيرا سياسيا حقيقيا خلف قيادته السياسية دعا إلى نبز الطائفية دعا إلى تعظيم قيم الدولة الوطنية على اعتبار أن الدولة الوطنية هي الحماية والرخيزة الأساسية لأن يكون هناك مجتمعا أو دولة ناجحة لأي من الدول ليس في العراق فقط على أساس أن الطائفية هي الآفة التي تضرب المنطقة العربية ليس فقط في العراق نشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا انشرفتنا ونورتنا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك فان سعيد ما حضرتك شكرا جزيلا